اجتماع الأمس كان لمناقشة ما يحصل اليوم في جلسة اليوم وكان الاتفاق اللي شفتوه يعني يمكن أمس صدر في تغريدة مشتركة وموحدة بأننا سنحظر جميعاً هذه الجلسة المهمة وهذا الاستحقاق المهم وقانون مهم يهم المواطن الكويت يتعلق بشكل الهوية والمواطنة مع الأسف الشديد اللي حصل اليوم أن الحكومة تخلفت عن حضور هذه الجلسة وهذا أمر خطير يعني هذا مسلك خطير نحن اليوم لما نتكلم عن المادة 74 من الدستور اللي تكلمت عن صحة انعقاد الجلسات كانت واضحة جداً ما كانت من ضمنها حضور الحكومة أو وجوب حضور الحكومة من يتذرع أو يتمسك بالمادة 116 فهمها خطأ هذه المادة أوجبت على الحكومة الحضور يعني لازم الحكومة تحضر الجلسة مو العكس وبينت شكل التمثيل أن تحضر بأحد الوزراء على الأقل فإذا امتنعت الحكومة عن الحضور هي من تعاقب والمجلس يعاقب هذا مو منطق هذا يخالف أبسط قواعد المنطق والعقل يعني اليوم الحكومة تتخلف عن حضور الجلسات أربع سنوات يعاقب المجلس وما يلعقد هذه المسألة مو منطقية وبالتالي إن كانت تمسك بالأعراف البرلمانية وما يحصل من عام 63 إلى الآن فإن كانت هذه الأعراف البرلمانية خطأ الخطأ ما يصير يستمر يجب أن يصوب نحن اليوم أغلبية نواب في مجلس الأمة مقتنعين بخطأ هذا العرف البرلماني سائد من 63 إلى الآن ويجب أن يصحح حضور الجلسة أو صحة انعقاد الجلسات لا يجب أن يكون من صحتها هو حضور الحكومة لذلك يجب علينا اليوم أن تكون هذه المسألة واضحة ما حصل اليوم للحكومة مسلك خطير إن استمر في كل الجلسات المنعقدة وفيها قضايا تهم الشارع الكويتي أعتقد الضحية الأكبر سيكون المواطن الكويتي